موسيقى الاتحاد الأوروبي وسعوا لائحة عقوباته على كوريا الشمالية بعد تهديداتها الأخيرة لأمريكا قوات سوريا الديمقراطية تحصروا داعش وسط مدينة الرقة والمجاعة تهدد عشرين مليون شخص في أربع دول موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من تداعيات برامج كوريا الشمالية الصاروخية وتهديداتها إذ أعلن الاتحاد الأوروبي توصيع لائحة عقوباته على كوريا الشمالية بعد تهديداتها الأخيرة لواشنطن وتصاعد التوتر بخصوص برامجها النووية وزاد الاتحاد الأوروبي المؤلف من ثمان وعشرين دولة تجميد الأصول وحضر السفر على مسؤولين وهيئات في كوريا الشمالية بسبب انتهاكاتها المتكررة لقرارات الأمم المتحدة حول برامج تسلحها الباليستية والنووية من جانبه عد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تهديده لكوريا الشمالية بالغضب والنار ربما لم يكن قاسيا بما فيه الكفاية على حد تعبيره وضف ترامب أن في حال قيام كوريا الشمالية بأي هجوم نووي على بلاده أو حلفائها فسوف تواجه برد غير متوقع بالمرة أذا وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إن أي حرب مع كوريا الشمالية ستكون كارثية على حد تعبيره وضف ماتس أن جهود الأمريكية لحل الأزمة مع بيونج يانج تركز حاليا على الدبلوماسية مشيرا إلى أن مهمته ومسؤوليته الأساسية أن تكون الخيارات العسكرية جاهزة إذا ما دعت إليها الحاجة قالت وسائل أعلام رسمية في كوريا الشمالية إن البلاد تعمل على وضع خطة بحلول منتصف شهر آب أغسطس أجاري لإطلاق أربعة صواريخ متوسطة المدى على جزيرة جوام الأمريكية قبل عرضها على الزعيم كيم جونج أون لاتخاذ قرار بشأن تنفيذها وتعد هذه الخطة التفصيلية على غير العادة بشأن خطة الهجوم تصعيدا جديدا في التوتر القائم بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد وعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبيونج يانج عندما قال إنها ستواجه نارا وغضبا إن هددت واشنطن وعلى الفور جاء الرد الأمريكي على لسان مستشار الرئيس دونالد ترامب بأن واشنطن ستتخذ أي إجراءات ملائمة لحماية البلاد من التهديدات الكورية الشمالية إذا ما أطلقت أي صاروخ باتجاه أراضيها أو بالمقربة منها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس دعا كوريا الشمالية إلى التوقف عن تطوير السلاح النووي وإلا فإنها ستواجه نهاية نظامها وتدمير شعبها مضيفا أن كوريا الشمالية لن تستطيع منافسة الولايات المتحدة في أي سباق نووي بدورها دعت وزارة خارجية كوريا الجنوبية نظيرتها الشمالية إلى أن تتوقف على الفور عن تهديداتها المتكررة إذ أوضح المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي أن عبارات التهديد الكورية الشمالية تنتهي كل بنود التي أقرها المجتمع الدولي التي تضمنها بيان منتدى أسيان الإقليمي وعليها أن تتوقف عن ذلك فورا إلى أستراليا والتي أعلنت وزيرة خارجيتها أن بلادها لا يتم استدراجها تلقائيا إلى أي نزاع عسكري مفتوح بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مشيرة إلى أن أستراليا غير ملزمة بالمشاركة عسكريا ضد كوريا الشمالية وزير الدفاع الياباني قال في تصريحات له إن اليابان سيكون مسموحا لها قانونا اعتراض صاروخ كوريا الشمالي متجه صوب جزيرة جوام الأمريكية وكان الرئيس الأمريكي أكد في وقت مضى أن الترسنة النووية الأمريكية هي اليوم أقوى من أي وقت مضى في تحذيرات لكوريا الشمالية على خلفية تجاربها الصاروخية المتكررة إذ تعد جزيرة جوام الاستوائية واحدة من أكبر الجزر غربي المحيط الهادئ وأرضا أمريكية منذ عام 1898 ويعيش في الجزيرة الصغيرة الواقعة على بعد نحو 2000 كيلو متر شرقي الفلبين التي تبلغ مساحتها نحو 544 كيلو متر مربع فقط نحو 160 ألف شخص في الشأن السوري سرح مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية لوسائل إعلام أن تنظيم داعش محاصر حاليا في وسط مدينة الرقة مشيرا إلى أن عملية طرد أفراد التنظيم من المدينة قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أشهر وضف المصدر العسكري أن قوات سوريا الديمقراطية مشطت نحو نصف الرقة القديمة وتتقدم الآن من جميع المحاور في خرق جديد لهدنة الجنوب السوري قصفت قوات نظام بلدة إيب في اللاجات شرق درعا بعشرات القذائف المدفعية منذ صباح يوم الخميس من دون وقوع خسائر بشرية لما تشهد أحياء درعا البلد خروقات من قبل قوات النظام بشكل مستمر في خرق جديد للهدنة في مناطق درعا والقنيطيرة والسويدة التي يشملها قرار وقف إطلاق النار المعلن منذ متصف الشهر الماضي قصفت قوات الأسد بلدة إيب في اللاجات شرقي درعا بعشرات القذائف المدفعية منذ صباح اليوم دون وقوع خسائر بشرية فيما تشهد أحياء درعا البلد خروقات من قبل قوات الأسد بشكل مستمر ناشطون سوريون تناقلوا أن انفجارا كبيرا سمع دويه في جميع أحياء مدينة درعا والقرى المحيطة بها ما تسبب بحالة ذعر بين المدنيين كما رجحوا أن يكون الانفجار ما هو إلا خطأ من قبل بعض المقاتلين أثناء نقلهم لبعض الألغام المتفجرة والتي كانت مزودة بصواعق وجاهزة للانفجار في أي لحظة ما تسبب بالانفجار الأول الذي أدى إلى انفجار ما تبقى من ألغام وذخائر في المستودع واشتعال الحرائق في المكان وعلى الصعيد المدني اجتمعت الهيئات السورية في جنوب سوريا المتمثل بدار العدل ومجلس محافظة درعا والنقابات بهدف وضع خطة عملية لإدارة المنطقة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في جنوب سوريا وغير بعيد من ذلك قصفت قوات النظام مناطق في قرية التل المال الواقعة في ريف مدينة درعا بقذيفتين مدفعيتين خلفتا أضرارا مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية متسببة في خرق جديد لهدنة الجنوب السوري التي استكملت أمس شهرها الأول وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإنه على الرغم من هجهشة الهدنة إلا أنها سهمت في تراجع كبير بالخسائر المادية في المحافظات الثلاث وخاصة من المدنيين الذين قتلتهم الطائرات الحربية والمروحية والقذائف وقصف قوات نظام الأسد على محافظات الرقة والقنيطرة والسويدة المرصد وثق خلال الفترة الممتدة بين التاسع من تموز يوليو الفائت من العام الجاري 2017 وحتى اليوم استشهاد 84 مواطن مدنيا بينهم 24 طفل جراء قصف قوات نظام الأسد وفي الشأن العراقي قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي ريان ديلون إن قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش تستعد لمعركة تحرير قضاء تلعفر من مع القوات العراقية مؤكدا أنها شنت على المدينة ما لا يقل عن 50 ضربة جوية الأسبوع الماضي وأضاف ديلون أن داعش يملك في مدينة تلعفر وخارجها ما يقارب الألفي مسلح متوقعا معركة صعبة هناك من جانبه على نقائد قوات الرد السريع اللواء ثامر الحسين أن الوحدات العسكرية أكملت جهوزيتها وهي بانتظار ساعة الصفر لانطلاق معركة تحرير قضاء تلعفر مشددا على أنها أكملت استعداداتها الفنية واللوجستية لتنفيذ المعركة من خلال إنهاء عمليات الاستطلاع لكشف أماكن تواجد مسلحي تنظيم داعش وضف الحسين أن جميع القوات المشتركة ستكون حاضرة في هذه المعركة من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الرد السريع والشرطة الاتحادية تمهيدا لاقتحامها وتحريرها من احتلال داعش تمكنت القوات العراقية المشتركة من تطويق مدينة تلعفر غربي الموصل من جميع الجهات جاء ذلك في تصريحات على لسان متحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي العميد يحي رسول وأوضح رسول أن التطويق جرى بعدما تم قطع الإمدادات من الأراضي السورية صوب العراق وأضاف أنه بتحرير ناحية المحلبية والعياضية بقضاء تلعفر سيكون بالإمكان القول إن محافظة نينوى قد تحررت بشكل كامل وتشير التقديرات إلى أن المعركة قد تستمر بضعة أسابيع بالنظر إلى حجم الجبهة إذ يصل طولها إلى ستين كيلومتراً فيما يصل عرضها إلى أربعين كيلومتراً أي أقل من جبهة الموصل بقليل ومما يعزز التوقعات بحصول معركة ضارية وجود ألف مسلح انتحاري من تنظيم داعش في الجبهة فضلاً عن أن معركة الموصل قد استهرقت ثمانية أشهر في وقت سابق قبل القضاء على المتطرفين في المدينة من جانبه توقع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ألا تكون معركة تحرير قضاء تلعفر شمال البلاد من داعش صعبة وقال الفريق أول ركن طالب شغاتي إن جهاز مكافحة الإرهاب يمتلك كافة التفاصيل عن وضع داعش داخل قضاء تلعفر وكذلك الطبيعة الجغرافية وكيفية التعامل مع الإرهابيين إلى جانب التعامل مع المدنيين والحفاظ على أرواحهم وفي إطار الاستعدادات لاقتحام تلعفر أعلن مسؤول وحدة الآليات العسكرية الثقيلة بالجيش العراقي المقدم مهدي الخفاجي إقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب قضاء تلعفر استعدادا لتحريرها ويشن التحالف الدولي غارات جوية داخل قضاء تلعفر وحوله مما يمهد الطريق للقوات العراقية التي أعلن في الأحد الماضي إنهاء استعداداتها تمهيدا للتحرك العسكري وسام بن حسين بن علي بوساحة أو كما يعرف داخل تنظيم داعش باسم أبو سلمان التونسي هو أحد أفراد تنظيم داعش سابقا سلم نفسه إلى قوات سوريا الديمقراطية يروي وسام ممارسات تنظيم داعش بحق الأهالي والمدنيين وكيف يقوم أفراد التنظيم بسرقة منازل الأهالي فرزوني من العمل العسكري فرزوني إلى الفيو الغنائم قبل ما أدخل غيرت اسمي كان اسمي أبو دوجان أصبحت أبو سلمان التونسي وظلت أشتغل في الفيو الغنائم ثم ذهبت إلى الرقة كان عندي صديق هناك أبو الرحاب المغربي زوجته كانت تعرف هناك صديقتها زوجتني واتيت بزوجتي إلى الدير ثم انتقلت إلى المدينة قلت أشتغل هناك كنت أحس أنه فيه شيء في الدولة الإسلامية شيء غامض ظلم استبداد فيه ناس تشتكي تكفير بديت حسيت أنه فيه أشياء كذا وكنت أبحث أني أخرج من تنظيم الدولة الإسلامية ثم كانت مهامي هناك أني أجمع الفي وبيوت المصادرات والسلاح الموجود هناك ثم كنا نسلموه للديوان الفي والغنائم أحييكم من جديد قتل قيادي بارس في جماعة الشباب الإرهابية في الصومال بضربات أمريكية استهدفت مواقعهم بالقرب من منطقة بنادر جنوبي البلاد بحسب ما قاله الرئيس الصومالي وفي بيان منفصل قال رئيس الصومال إن القيادية القتيل كان ضمن شبكة مسؤولة عن التخطيط لتفجيرات واختيالة وتنفيذها في العاصمة مقديشو أطلقت جماعة طالبان الإرهابية في باكستان مجلة رقمية مواجهة لنساء لتشجيعهن على التدرب على حمل السلاح والانضمام للقتال في العمليات الإرهابية واقترح الطالبان في العدد الأول الذي تضمن 45 صفحة باللغة الإنجليزية على النساء تنظيم اجتماعات سرية في بيوتهن ودعوة النساء إلى القتال صادقت فرنسا على معاهدة مجلس أوروبا التي تسعى إلى التصدي للمقاتلين الإرهابيين الأجانب والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في الأول من شهر يوليو تموز الماضي وتعد باريس العاصمة الأوروبية الثامنة التي تصادق على تلك المعاهدة التي تضيف إلى لائحة الجرائم الإرهابية عددا آخر منها تمويل الإرهاب وتلقي تدريب على الإرهاب والانتقال إلى الخارج لممارسة الإرهاب عد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لا تحترم روح الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 مبديا قناعته مجددا بأن الأمر يتعلق باتفاق رهيب على حد تعبيره وضف أنه سيتخذ إجراءات قوية جدا ضد إيران في حال عدم امتثالها للاتفاق ناشد مجلس الأمن الدولي الأطراف المتحاربة في اليمن والصومال وجنوب السودان والشمال شرق نيجيريا إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية وحث مجلس الأمن الدول على التبرع بمزيد من الأموال لتفادي مجاعات تهدد عشرين مليون شخص لوقت طويل ظلت المجاعة مرتبطة بشكل كبير بالأوضاع المناخية بالجفاف والتصحر وقلة الأمطار لكن مؤخرا ها هي المجاعة تطرق أبواب بلدان مثل اليمن التي لا ينضو فيها الماء وشتاؤها موسمي حتى في صيفها فالأوضاع السياسية والأمنية المتأزمة باتت سببا للموت جوعا في كثير من المناطق هذا ما دعا مجلس الأمن الدولي ليناشد الأطراف المتحاربة في اليمن والصومال وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية وحث الدول على التبرع بالمزيد من الأموال لتفادي مجاعات تهدد عشرين مليون شخص وأعرب المجلس المؤلف من خمس عشر دولة عن قلقه العميق من أن الصراعات وأعمال العنف الجارية لها تداعيات إنسانية مدمرة وتعرقل الاستجابة الإنسانية الفعالة على المدى القصير والمتوسط والطويل ولذلك فهي سبب رئيسي في المنجاعة في البلدان الأربعة وفي فبراير شباط ناشدت الأمم المتحدة دول العالم لتوفير قرابة الخمسة مليارات دولار لمكافحة ما وصفتها بأكبر أزمة إنسانية منذ تشكيل المنظمة الدولية قبل أكثر من سبعين عاما لكن المتحدث باسم المنظمة قال إنها تلقت فقط 51% من المبلغ وقالت الأمم المتحدة إن البيئات الأربع مختلفة تماما لكنها تشترك في شيء واحد أنها جميعها متضررة من صراع يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعاني اليمن من صراع بين الحسين والمتحالفين مع إيران من جهة والقوات الحكومية التي يدعمها التحالف العربي بينما انزلق جنوب السودان في أتون حرب أهلية في العام 2013 بعدما أقال الرئيس سلفاكير نائبه ريك موشار في حين تستهدف جماعة بوكو حرام في شمال شرق نايجيريا الجيش والمدنيين ويعاني الصومال من حرب منذ العام 91 كما تنشط فيه جماعة الشباب الصومالية يحجز كثير من الناس على تقليل نهامهم في تناول الأطعم السكرية ويجدون صعوبة بالغة بالتحكم في النسبة اليومية من الحلويات التي يستهلكونها كيف نحمي أنفسنا من إدمان الحلويات؟ الإجابة مع الزميلة مونة عواد من منا لا يحب الحلويات ومن منا لا يشتهيها كل فترة وأخرى؟ الحلويات طعم مفضل عند الأغلب من الناس ولا يستطيع أحد الابتعاد عنها بمختلف أصنافها وأنواعها فالحلويات تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتحقق التوازن له ويشكو كثير من الناس من الصدع عند عدم تناولهم الحلوة ويضطرون إلى تناول الحلويات للتخلص من هذا الصدع ويقبل كثير من الناس على تناول الحلويات لأنها تشعر الإنسان بالسعادة إذ إنها تساعد على إفراز هيرمون سيروتونين الهيرمون الذي يشعر الإنسان بالسعادة والارتياح لماذا تتطلب أجسامنا السكر؟ وما هي الأطعمة التي تساعدنا في الحد من رغبتنا في تناول الحلويات والسكريات؟ نتابع السكر هو غذاء الأول لدماغ طبعاً الدماغ بتغذى على البلوكوز كثير مهم نحن كل خلية من خلايا جسمنا تكون آخذة يعني في عندها مصدر من الطاقة والسكريات والسكريات اللي هي بتمدنا بأكيد النشاط والحيوية السكريات هي أنواع كثيرة في سكريات البسيطة والسكريات المعقدة نحن دائماً نشجع على تناول السكريات الفاكهة والخضار والسكريات الموجودة بالخبز الأسمر الرز في سكريات كل الأغذية فيها سكريات وبالتالي ما في داعي أبداً ناخد السكر الأبيض ونضيف السكر على أكلنا لأن السكر الأبيض هو جداً مضر أما السكر الموجود بالفاكهة والخضار والبرغ والرز الحبوب والبقول هذا سكر طبيعي يلي بيتحلل بجسمنا لسكريات مفيدة وبيمدعاءنا وجسمنا بالطاقة يلي بيحن نحتاجها وأيضاً بيكون كثير مهم للمراهقين والشباب ومهم أيضاً لتغذية الدماغ وخصوصي فترات الامتحانات دائماً نحن لازم ناخد بدائل الصحية مثل التين المجفاف الفاكهة المجفافة التين الرطب الفاكهة بشكلها الأساسي بدون عصيرة هو كلها حلويات وأيضاً نقدر نعمل كيك الصحي بالبيت أو المهلبية بمكوناتها الصحية حالي بقل الدسم ونستبدل السكر بالعسل على وشها كمان بتكون عادة صحية إذن لتناول الألياف دور هام في الابتعاد عن الحلويات لأن الألياف تعطي شعور دائم بالشبع والامتلاء وتعطي الجسم طاقة وتساهم في عدم رفع معدل السكر في الدم علاج حديث للأطفال المصابين بنحراف وتشوهة العمود الفقري عن طريق حزام يصنع بعد أخذ المقاسات بتقنية ثلاثية الأبعاد تفاصيل أكثر في تقرير الزميلة عابير عبدالله تشوه العمود الفقري عند الأطفال هي حالة مرضية تسبب ميلان واستدارة الفقرات وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي لإنحراف العمود الفقري ومنها شلل الأطفال وبعض الأمراض الوراثية ويتم حالياً علاج مرض الإعوجاج عند الأطفال الصغار بواسطة حزام يصنع خصيصاً لكل مريض على حدة عن طريق طابعة ثلاثية الأبعاد وتستعمل فقط عند النوم وله مميزات علاجية أفضل من أنواع الأحزمة السابقة بحيث يسيطر على انحراف العمود الفقري بشكل أفضل فوحدة من أكبر المشاكل التي تصيب المجتمع هي انحرافات الظهر عند الأطفال لو كان الكشف المبكر يجرع عليها ممكن أنه تعالج بجاكيت أو حزام اللي نسميه بريس وهذا يغني عن مشاكل كبيرة من مسألة أنه تفاقم الانحراف وزيادة الانحراف إلى درجة يصل إلى مرحلة العملية والعملية يعني تجرى بنجاح والحمد الله ويعني صار لي سنين طويلة أجري هذه العمليات بس احنا نحب نتجنب هذا الشيء طيب من ناحية العلاج احنا دخلنا في الإمارات وبحمد الله أحدث بريس أو جاكيت في العالم واللي هم يقال عنه كاد كام تكنولوجي هذا الشيء هو معنى أن الحزام يصنع بتقنية الكمبيوتر والقياسات تأخذ في الإمارات الأشعات تأخذ في الإمارات وتبعث إلى شركة في أمريكا ويصنع الحزام هناك ويرد علينا هذا الحزام يستعمل فقط عند النوم في الليل في فوائد كثيرة عدا مسألة أنه التصنيع بتقنية الكمبيوتر ما راح تأثر على نفسية الطفل لأن الأحزمة البقية كلها الموجودة في العالم هي 16 إلى 23 ساعة في اليوم تأثر على نفسية الطفل خصوصا لما نتكلم عن أطفال في عمر البلوغ هذا السن الصعب الشيء الثاني مسألة عدم التأثير السلبي على ضعف العضلات العضلات ما راح تضعف لأنه فقط عند النوم والشيء الآخر هو التعديل يكون أفضل في الحزام يعني السيطرة على الانحراف يكون أفضل في هذا الحزام أحييكم من جديد مشاهدين الكرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الأيام البحرانية التي نقرأ منها جوجل تطور تقنية لمحتوى إعلامي يشابه سناب شات تعمل شركة جوجل على تطوير ميزة جديدة تمكن الناشرين من إنشاء محتوى إعلامي مرئي يشابه بطريقته ميزة اكتشف الموجودة ضمن تطبيق سناب شات ويطلق على الميزة الجديدة اسم سام وسيتم الكشف عنها خلال الأسبوع المقبل ومن صحيفة الغد الأردنية مشاهدين نطالع منها دردشة جديدة بتطبيق يوتيوب جاء في تفاصيل الخبر أعلنت شركة جوجل إطلاق وظيفة دردشة جديدة في تطبيق يوتيوب الشهير ولكي يتمكن المستخدم من تشغيل وظيفة الترسل الفوري الجديد فيتعين عليه مشاركة أحد مقاطع الفيديو أولا واخترنا لكم من صحيفة القبس الكويتية علماء فلك يكتشفون كوكبين قابلين للحياة اكتشف علماء فلك بريطانيون كوكبين جديدين قابلين للحياة يقارب حجمهما حجم كوكب الأرض ويقعان على بعد 12 مليون سنة ضوئية من الشمس وأوضح الباحثون أن الكوكبين يدوران حول نجم يسمى توقيتس وهو نجم يقع في مجموعة ستس ويماثل حجم الشمس صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم ابتكار هاتف محمول يعمل من دون بطارية ابتكر باحثون أمريكيون نموذجا أولي من هاتف محمول يعمل من دون بطارية ويعتمد الهاتف في تشغيلها على تجميع كمية صغيرة من الطاقة من الإشارات اللاسلكية المعروفة بموجات تردد الراديو أو موجات RF كتاما مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية أمازون تطلق كتبا صوتية للمساعدة على تهدئة الكلاب كشفت شركة أمازون عن كتب صوتية جديدة مخصصة للكلاب تساعد على تهدئتها وقد تعاونت الشركة الأمريكية مع خبير في سلوك الكلاب لإنتاج هذا المحتوى الصوتي الذي يقوم باستخدام أصوات البشر لسرد القصص للكلاب عند بقائها في المنزل لوحدها نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا أظهر دراسة في جامعة يوتا الأمريكية أن شرب كوبين من الماء قبل كل وجبة يساعد بشكل كبير على خسارة الوزن وبحسب الدراسة فإن شرب الماء يعطي الإنسان شعورا بالشبع ويمنحه الطاقة على عكس حالة العطش التي يتجه فيها الإنسان للإفراط أكثر في الأكل قالت منظمة مايند الخيرية البريطانية إن الرجال أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل الصحة العقلية الناجمة عن العمل من النساء وقالوا احتمالا أن يطلبوا المساعدة في هذا الشأن وخلص مسح للمنظمة إلى أن الثلث الرجال عزوا مشاكلهم الصحية بسبب ذلك إلى العمل بينما قال 14% إن مصدر الأمر أسباب خارج العمل وعلى العكس من ذلك قالت النساء إن مشاكل العمل والمشاكل خارجه متساوية بالنسبة لها من حيث درجة الإجهاد أيضا في الصحة أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن مكملات فيتامين بي ثري يمكن أن تكون وسيلة مخفضة التكلفة للمساعدة في الوقاية من سرطان الجلد كما وجد الباحثون أن حمض نيكو تيناميد الذي يمثل شكلا من أشكال فيتامين بي ثري يعزز إصلاح الحمض النووي ويقلل من الالتهابات الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية المسببة لسرطان الجلد كما وجدوا أيضا أن فيتامين بي ثري يساعد على الوقاية من سرطان الجلد وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنويل الاتحاد الأوروبي وسع لائحة عقوبته على كوريا الشمالية بعد تهديداتها الأخيرة لأمريكا قوات سوريا الديمقراطية تحاصر داعش وسط مدينة الرقة والمجاعة تهديد عشرين مليون شخص في أربع دول بهذا إذن مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى غتام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر يمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين الكرام بعد أقل من نصف ساعة في مجلس الأن باكونوا معنا اشتركوا في القناة